عقد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اجتماعا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بالديوان الأميري صباح اليوم وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدولة قطر الشقيقة وتم خلال الاجتماع استعراض شامن للعلاقة الأخوية التي تربط البلدين وسبول تنميتها وتطويرها عقد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اجتماعا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بالديوان الأميري صباح اليوم وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو لدولة قطر الشقيقة حيث تم خلال الاجتماع استعراض شامل للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبول تنميتها وتطويرها بشكل الذي يدفع ببجالات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب تحقق تطلعات البلدين في هذا الجانب وخلال اللقاء نقل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات صاحب الجلالة الملك المفدى إلى أخيه أمير دولة قطر الشقيقة وتمنيات جلالته للدولة الشقيقة المزيدة من التطور والنماء فيما رحب صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤكدا على أهمية الزيارة التي يقوم بها سموه وبدورها في استكمال أوجه الدعم الذي يقدمه سموه لتقوية وتوثيق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الجانب أن زيارة سموه لدولة قطر الشقيقة تجسد المستوى العميق للعلاقات التاريخية المتجذرة بين بلدين وتدعم التعاون الأخوي المتين الذي يربط بين البلدين الشقيقين كما أنها تعزز انسجام المواقف والحرص على زيادة التنسيق في ظل ظروف التي تمر بها المنطقة إضافة إلى ما تحمله من تأكيد على السعي المتبادل لتعزيز التشاور وزيادة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك واتفق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو أمير دولة قطر على أهمية الإسراع بخطة تعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات مؤكدين سموهما بأن المجال مفتوح أمام دخول مجالات جديدة إلى منظومة التعاون الثنائي بين البلدين في ظل الأفق الرحبة التي تتيحه علاقاتهما المتميزة لتحقيق أفضل النتائج على صعيد هذا التعاون وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير لأخيه أمير دولة قطر الشقيقة على ما وجده سموه والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة يعكس طبيعة العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأخوه أمير دولة قطر جملة من الموضوعات ذات الصلة بالتطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة ترقية وتطوير أساليب التعاون والتنسيق لتكون بالمستوى المتطور الذي يشعل دول المجلس أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية بشقيها الأمني والاقتصادي وكدسموه بأن الحاجة لمزيد من التكامل على كافة المستويات باتت اليوم ضرورة أكثر من أي وقت مضى وأن مملكة البحرين تدرك ذلك وتحرص على إرساء تعاون نموذجي يؤدي إلى الأفضل على الصعيد الثنائي أو الدولي بما يحقق الأفضل لدول المنطقة وشعوبها ترجمة نانسي قنقر 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 هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى دولة قطر الشقيقة وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو بمطار حمد الدولي مع الشيخ عبدالله بن ناصر الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين بالدولة الشقيقة وقد جرت لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية اشتركوا في القناة 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 للجوانب التراثي لخدمة الأغراض السياحية لافتا إلى أن مملكة البحرين ودولة غطر تشتركان في الاهتمام بالجوانب التراثية وجعلها عناصر محفزة وداعمة للسياحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة